السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى لكم كاملة تكونوا بخير و لا خير هذا الفيديو ان شاء الله سنرى في فقرة من درس نواصيون دولوجيك بمسبة نواصيون دولوجيك بمسبة فهذا الفقرة بالضبط سنرى كيف نعرف عبارة ما هي قانون منطقي او الوالوجيك او الوالوجيك او الوالوجيك طبعا الحال فأنا سنرى عبارة عن قانون منطقي نحاول نستخدم جدول الحقيقة ونستنتج انه العبارة تكون ديما صحيحة كيف مكنت قيم الحقيقة العبارتين با وكو صفا مزيان سنبدأ باستخدام طبيعة الحال طابل الجدول الحقيقة كما نسموه بالعربية هنا عندي عبارتين عندي عبارة با وعبارة وعبارة كو صفا سنبدأ باستخدام الجدول هذا الجدول سنلخص لي الحالات كاملين الحقيقة با وكو وكو تستلزم كو وهذه العبارة كاملة تستلزم كو طبعا الحال لان يكون عندي عبارتين قيم الحقيقة الممكنة يكون عبارة عن جوج اعفونا عن ربعة يعني عندي عبارة با وعبارة كو بالنسبة للقيام الحقيقية يمكن أن يكونوا بجوج غالطين وظيفة بلا وظيفة يمكن أن تكون لولا خاطئ나 ثانية صحيحة يعني هذه فو وظيفة يمكن لولا تكون فو أو يمكن أن يكون بجوج بجوج يكون فو يعني هؤلاء الحالات الممكنة كاملين لن نصل مقادرة على الراع الثانية التوبة بالكاملة الشرطان الأول العبارة بأمة هنا لأيضا origins بهذه العبارة stance ذائب taking the statistic بأعطение كانت العبارة الأولى صحيحة المنطقة والاكاملة القادمة لا يستلذم الخطأ شخص إذن عبارة الأولى صحيحة تستلزم لعبارة الثانية خاطئة اوراها العبارة صحيحة داخل هذه العبارة غالطة يعني عندما تكون الأولى عبارة الثانية خاطئة لنسبة القيمة plaisir هي 0 هنا في ok هذه بعض الصحيحة عادية to my right hello ولكن بالنسبة لهذه اللي يفعى فهذه هي اللي ستكون بطبيعة الحال عبارة غالطة يعني هذه قيمة الحقيقة لها هي هي صفر او لا او لا بينما فهذا فهذا تكون مزيد هذا بالنسبة للإستلزام يعني كيفما قلنا الصحيح لا يستلزم الخطأ يعني هذه الحالة الوحيدة فهذا سيكون عبارة خاطئة مزيد عندما كملت من هذا P تستلزم Q سوف نرى P و P تستلزم Q سوف ندلتها P و P تستلزم Q هذا الحال فهذا سيكون عندي P و عبارة أخرى Q فهذا سيكون عندي P و Q هذه العبارة تكون صحيحة تكون صحيحة في حالة واحدة إذا كان العبارة تبجوش فهذا سيكون حالة يعني سوف تستلزم Q و Q إذا كانت غير واحدة فيهم غالطة سوف تكون عبارة كاملة سوف تكون غالطة يعني من الذي سوف نعرف يعني الأبيرة فهل الذي سوف تتلزم While سوف ي ظن ترزم هذه القيمة الحقيقية والعبارة الأولى يوم سوف ي aprendى هذا و هذه سوف نرى انه سوفризize 0 و 1 سوف يكون م Fail أينี่ 0 لتصبح أي енной أي أي العpot علم ألغط م one غالط lightning Tin 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 Tinolishes هنا عندي واحدة صحيحة وللو أخرى صعيحة. adjusted forAT and JIMbegio cognitive dol 오늘 of this equation. يعني هنا سيكون عندي العبارة. طبيعية الحل عبارة صحيحة وفع لا يستطيل الألغار وفي هذه وهذه purpose t Stephanina being taught something the porport of Q Peterson هذه ما ن Harbor R Cartman بقالية تستلزم Q يعني ستينا نكتبها هنا في الخنة الأخيرة P ..P و P تستلزم Q تستلزم Q و هذه هي خالة خلالها ماذا نفعل ؟ لأن هذا العبارات فعل أي عدة في الدقيقة وهي كاملة سيسميها هنا مثلاً "'S' وهي هذه العبارة هذه هي S يقوم بالحالة الأولى الخاطئة و تنشر الحالة الثانية و التلدة الثالثة و التلدة الثالثة و الالربعة يقوم بالحالة و في الدقيقة التي تضع هذا الخلال تكون خاطئ صحيح خاطئ صحيح كما قلنا يمكن أن يكون غالط إذا كانت الخطوة تكون صحيح والثانية تكون صحيح سوف نبدأ من الأول هذه هي القيمة صفر تستلزم صفر يعني خاطئ يستلزم خاطئ ليس مشكل صحيح خاطئ يستلزم صحيح ليس مشكل صحيح خاطئ يستلزم خاطئ وهي ليس مشكل صحيح وهي صحيح وهي صحيح يعني هنا لم أردت هذه الحالة لأنه يكون صحيح لأنه يستلزم غالط يعني تكون فيها العبارة غالطة هنا لقيت الليزام بريكاسو يعني في الأخير لقيت هذا القانون هذا كامل أو هذا البروبوزيسيون التي تكون دائما صحيحة واحد 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 دائما تكون فري 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 يعني هذه العبارة التي تسمى قانون منطقي هذا هو المعنى له أنه يكون دائما صحيح مهما كانت القيم الحقيقة لعبارتين بي وكي واخر تكون بجرد غالطين واخر تكون واحدة صحيحة واحدة غالطة واخر تكون بجرد صحيح دائما العبارة في الأخير تخجليها عبارة صحيحة وهذا هو المعنى قانون منطقي هذا السؤال كان أحد المتابعين بالنسبة للفيسبوك كان سؤال قال لي معرفش نوم القانون المنطقية هذا هو المفهوم ودين من فشكت بغيت تبين واحد العبارة قانون المنطقي كيف مما قلت كتحاول تستخدم طابلو دفيغيتي أو الجدول الحقيقة بهالطريقة هذي اللي اخدوث بها نعم نتمنى لكم تكونوا فهمتوا هذا الشي هذا إلى فيديو آخر ان شاء الله ونرى حواج عوزاني جداد الله يسل الأمور